اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المستهل أود أن نرحب بكم جميعا بمدينة السلام شرم الشيخ على أرض سيناء الحبيبة والتي تعتبر جثرا يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال قناة السويس تعتبر مدينة السلام ملتقة القيادات وأصدقاء وشركاء جمهورية مصر العربية واكتمعنا اليوم هنا في مدينة شرم الشيخ إنما هو التأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية من خلال عقد العديد من الأحداث أبرزت أهمية الدول المحولي الذي تلعبه مصر في تعميق التعاون الدولي بين الدول المنطقة وعبر القارات وكافة المجهودات التي تلعبها مصر في دعم مختلف محاول التنمية المستدامة في وقت يعتبر من المهم أن يتساند العالم أجمع لتحقيقها وليس أدل على ذلك من استضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 العام الماضي في مدينة شرم الشيخ إن مصر داعمة لمختلف محاول التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على جميع شعوب العالم وتأتي استضافة مصر ذات الانتماء العربي والأفريقي الأصيل والتي تضع أيضا قدما في القارة الأسيوية عبر شبر الجزيرة سيناء لاجتماعات البنك الأسيوي للسسمار في البنية التحتية تأكيدا لهذا النهج الذي اخترته القيادة السياسية تأكيدا على دورنا على الساحة الدولية والإقليمية لإبراز أهمية التواصل والتعاون خاصة في زل تلك التحديات الشديدة التي يمر بها العالم حاليا لذلك تأتي النسخة السامنة من اجتماعات مجلس المحافظين للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بمصر والقارة الأفريقية في ظل تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم بسبب استمرار تدعيات جائحة كورونا والتي كان منها انقطاع الحضور الفعلي لمثل هذه الاجتماعات منذ اجتماعات لوكسنبورغ في عام 2019 بالإضافة إلى استمرار تأثرها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وما تبعها أيضا من الموجة التضخمية الألعاتية التي اكتاحت العالم كله وأثرت على اقتصادياته وخاصة الدول النشئة والنامية منها بشكل كبير وأدت إلى الحد من قدرتهم على مواجهة تحدي أكبر بكثير ألا وهو التغير المناخي وأثاره السلبية والتي يشهد العالم أجمع وشهدتها منطقتنا في الآونة الأخيرة من الترابات المناخية والجوليوجية كالزلزال الازدرب دولة المغرب الشقيقة والفيضانة الذي حصد أرواح الآلاف بدولة ليبيا الشقيقة السيدات والسادة يأتي اجتماعنا هذا في مصر في وقت يحتاج العالم إلى المزيد من التعاون والتواصل الدولي العابر الحدود وهو الأمر الذي يعد من أهاور محاور عمل البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية كونه بنكا متعدد الأطراف يهدف إلى تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات العالمية عن طريق تركيز وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وبناء آليات تحوض للدول الأعضاء ضد المخاطر المستقبلية حيث تماشى رؤية البنك مع أهداف رؤية مصر وبالأخص رؤية مصر 2030 وهو ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي منذ إنشائه وكان وما زال لها دور محوري في سياغة ودعم أهدافي واستراتيجيات وآليات عمله ومنذ بدء نشاط البنك في عام 2016 تفاعل البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية وأعضاؤه المية وستة في أربع محاول رئيسية هي البنية التحتية الخضراء والتحوض ضد مخاطر التغير المناخي والربط والتعاون الإقليمي والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا وحشد ودعم رأس المال قطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية الأمر الذي يعد من أولويات الحكومة المصرية ومسيرة إصلاحها الاقتصادي لوضع أسس وقواعد صالحة لدعم بيئة الأعمال ومناخ للإستثمار ويشهد على ذلك الحدث التمهيدي الذي عقدته وزارة المالية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية مع موسيل القطاع الخاص المصري والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية لاستكشاف تدعيم مجالات التعاون بين القطاع والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية والتي يمكن أن تزيده تقوى بوجود مثل هذا الكائن الدولي والذي استطاع أن يصل إلى كافة القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من حيث عدد الأعضاء في أقل من ثمانية سنوات وفي ضوء رئاسة مصر المجموعة رقم ستة في مجلس إدارة البنك الأسيوي نتطلع دائما إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك في مختلف القطاعات ولعل أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة تركيز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوض الدخير المناخي والإستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وفي هذا فقد نجحت قيادة البنك في المضيق قد منه بخطة سابق وثقة في تنفيذ أجنت التمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفيد منه كافة أعضاءه حيث وصل عدد المشروعات التي يموينها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة من دول العالم وعلى رغم كل هذه النجاحات إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه البنك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دوله الأعضاء بمختلف القارات وخاصة ما نتطلع إليه بالنسبة لقاراتنا الأفريقية ديوفنا الكرام يمثل البنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية شريكاً تنموياً مهماً وفعالاً لجمهورية مصر العربية حيث بلغت المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن مع وجود فرصة كبيرة لتمويلات أخرى لأكثر من مليار دولار في مختلف القطاعات معتمدين على القطاع الخاصة تنفيذ تلك المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية حيث يقدم البنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري وبالأخص في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وهما تقوم بالحكومة المصرية من دعم وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وهما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري والمساعدة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة التي تعمل قيادة الدولة والشعب المصري لبناءها صلبة وراسخة في وجه التحديات العالمية والمحلية ولخير الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء هذا الوطن العظيم السادة الحضور إننا نؤمن أن نتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم تتطلب تضافر كافة الأطراف مثل البنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية وهو أمر لابد منه من أجل ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات الناشئة والنامية وبالأخص الدول الأفريقية والتي طالما عانت من التجاهل والتغاطي عنها على الساحة الدولية وفي النظام المالي العالمي الحالي لذا فإننا نجد أن البنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يعطي الفرصة لتلك الدول أن تكون مسهماً فعلاً وقوياً في إدارة البنك وفي تحقيق رياتهم التنموية والتمويلية ومن خلال تعاون البنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية معهم ومع المؤسسات التنموية الأفريقية مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التصديق والصدرات الأفريقي ومؤسسات التنمويل الأفريقية تستطيع الاقتصادات الناشئة والنمية في توفير الموارد اللازمة بشروط ميسرة ومناسبة تتماشى مع أهدفهم وطموحاتهم التنموية لذلك يجب على أعضاء البنك الأسيوي للستثمار في البنية التحتيال عمل من أجل توفير صبر التطور للبنك لكي يستطيع تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية الدولية والاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو في كافة الدول وأيضاً المساهمة في الهيكل المالي العالمي الجديد الذي يتطلع الجميع إلى بنائه إننا اليوم أمام فرصة حقيقية للتأكيد على أهمية تكاتب جميع الدول لتخطي التحديات العالمية والإقليمية التي نعاني منها جميعاً حيث خلال اليومين القادمين نأمل أن تصل أصوات الاقتصادات الناشئة والقطاع الخاص إلى الجميع وأن يتم تحقيق ما نتطلع إليه جميعاً وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول والقطاعات لتحقيق دعائم التنمية الشملة والمستدامة وتعميق مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية المتعددة المطروحة على الساحة الإقليمية واللطنية وحجد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة وفتح أفاق للمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يُسب في جزب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية سواء في مصر أو غيرها من الدول النامية وموسم في تحقيق التنمية الشملة المستدامة وخلق فرص العمل وتحسين حياة المواطنين وفي الختام أتمنى لكم جميعاً نقاشات ومداولات مسمرة وبناءة تساعدنا الناص لما هو الأفضل لمواطنين في مختلف بلدان العالم شكراً جزيلاً لحسن السماعات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته